سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدا سمو أن هذه الجائزة لم تأتي من فراق بل جاءت ثمرة لرعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للرياضة والرياضيين والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للنهوض بالقطاع الرياضي بالمملكة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رسمنا رؤيتنا لرعاية ودعم رياضة فنون القتال المختلطة وحددنا الهدف الرئيسي في أن نعزز حضورها وتواجدها قريا ودوليا حيث تكللت جهودنا بالنجاح في تربع مملكة البحرين ممثلة بالمنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة على صدارة الترتيب العام في التصنيف المعتمد للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لعامي 2019-2020 وخلال اللقاء اشهد سمو بالجهود التي يبذلها المجلس البحريني لألعاب القتالية برأسة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إنما حققته منتخبات الألعاب القتالية من إنجازات متميزة خلال فترة عمل المجلس تؤكد أنها تسير وفق الرؤية التي رسمناها لهذه الرياضة وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة عددا من الموضوعات من بينها عودة النشاط المحلي لاتحادات الألعاب القتالية خلال الموسم الجديد مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المتابعة لموجهة جائحة كورونا كوفيد-19 وكذلك استعدادات المنتخبات الوطنية للمشاركات القادمة حث سموها المجلس على مواصلة الجهود لحصد المزيد من الإنجازات والتي تعزز من المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة على خارطة الرياضة العالمية من جانبه ثمن سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية الدور الذي يطلع به سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في رعاية ودعم الألعاب القتالية والذي عكس مدى حرص واهتمام سموه بهذه الألعاب والتي استطاعت أن تشق طريقها بنجاح للوصول للهدف المرسوم وفق رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة